موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع كالمعتاد أهم وآخر الأنباء والمقالات الواردة في مواقع الأخبار والصحف العربية المهتمة بالشأن اليمني نبدأ من موقع موقع بوست يثير تساؤلا بخصوص العقوبات الدولية الحديثة المفروضة على المخلوع صالح وعناصر ميليشيا الحوثي وعنونا الموقع أسباب إدراج الرئيس السابق وزعيم الحوثيين وآخرين في قائمة العقوبات الأممية قال نشرت لجنة مجلس الأمن موجزا للأسباب التي تم وفقها إدراج المخلوع صالح ونجله أحمد وزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي وشقيقه عبد الخالق والقيادي بالجماعة يحيى عبد الله الحاكم المعروف بأبو علي الحاكم في قائمة العقوبات الدولية وأوضحت بأن المخلوع صالح شارك في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن من قبيل القيام بأعمال تعارقل تنفيذ الاتفاق المبرن بين الحكومة اليمنية والمعارضة والذي ينص على التداول السلمي للسلطة في اليمن وفي أعمال تعارقل العملية السياسية في اليمن قالت اللجنة إنه في خريف عام 2012 كان صالح واحدا من الداعمين الرئيسيين لأعمال العنف التي يقوم بها الحوثيون في شمال اليمن وأكدت اللجنة الدولية أن عبد الملك الحوثي زعيم جماعة تقوم بأعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن مشيرة إلى أنه في سبتمبر عام 2014 استولت قوات الحوثي على صنعاء وفي يناير من العام 2015 حاولت من جانب واحد تبديل حكومة اليمن الشرعية بسلطة حاكمة غير شرعية يهيمن عليها الحوثيون موقع عدن الغد عنوان في صفحته الرئيسية وقال ضبط ثلاثة من أبرز عناصر الاغتيالات بمسدسات كاتمة للصوت قال مصدر أمني في عدن أن السلطات ضبطت ثلاثة من أبرز العناصر المرتبطة بتنظيم القاعدة والذين كانوا ينفذون عمليات اغتيالات في عدن وقال المصدر قوة أمنية داهمت موقعا في عدن كان يتحصن في داخله أبرز العناصر التي ارتكبت أعمال اغتيال وأوضح المصدر لعدن الغد أن العملية تضمنت اقتحام محل للتسجيلات المرئية في كريتر كانت الخلية تستخدمه في إنتاج وتصوير عمليات الاغتيالات كما أن العملية شملت ضبط عدد من المتعاونين مع خلية الاغتيالات عبر تصوير عمليات تفجير عبوة الناسفة والسيارات المفخخة تاعز في المعادلة السياسية اليمنية تحت هذا العنوان كتب نبيل البكيري مقالا ونشره في العرب الجديد وقال الكاتب في أجزاء من المقالة وجدت مدينة تعز وأهلها أنفسهم أمام واقع جديد فرض عليهم الحرب والقتال وهم الذين لا علاقة لهم بالحرب والقتال وهم المدنيون المسالمون الذين بدأوا مرحلة جديدة في حياتهم تدور كلها حول معركة الدفاع عن كراماتهم وحرياتهم وكانت هذه الحرب بمثابة إعداد عسكري يضاف إلى مهام ومكانة المدينة السياسية والاقتصادية والديمغرافية التي يبدو أنها ستنعكس إجابا على رصيد المدينة رمى الانقلابيون بكل ثقلهم نحو معركتهم في تعز على الرغم من كل الخسائر التي منيوا بها في هذه المعركة وعلى الرغم من أنهم خسروا معركة الجنوب ومأرب وغيرها من الجبهات ومع ذلك هم مصرون على كسب معركة تعز في الوقت التي أصبحت فيه صنعاء معقلهم الحصين كما يتوهمون على مرمى حجر من قوات المقاومة والجيش الوطني في نه كل هذا باعتقاد لسبب واحد يدفع الانقلابيين نحو تحقيقه وهو العصبية المغايرة لكل العصبيات المألوفة التي تستند عليها هذه المدينة وهي قصبية الدولة والنظام والقانون وبالتالي هذا ما يجعل من تعز فريدة في نضالها الوطني ما يجبر كل اليمنيين في التماهي مع هذه العصبية التي تناضل من أجلها تعز طوال تاريخها وهو النضال من أجل معادلة اجتماع سياسي جديد ترتكز على مبدأ الشراكة الوطنية من خلال إيجاد الدولة والنظام والقانون الذي كان غيابه من أهم عوامل عدم الاستقرار السياسي في اليمن الوحدة وينت مشاهدين عنونا في صفحته الرئيسية وقال ميليشيا الانقلاب تجبر المواطنين في منطقة الأعبوس بمحافظة تعز على ترديد الشعارات الحوثية تحت تهديد السلاح ووفقا للموقع فقد أجبرت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية المواطنين من البائعين وأصحاب المحلات التجارية في سوق الرام بمنطقة الأعبوس في مدرية حيفان جنوب مدينة تعز على ترديد شعارات حوثية تحت تهديد السلاح وأكد قيدي في مقاومة حيفان أنه بعد الهزائم المتتالية لهم خصوصا في جبهة الأحكوم بحيفان أجبرت ميليشيا الحوثي الانقلابية الأهالي في المنطقة على ترديد شعاراتهم وقامت بتصويرهم إلى موقع التغيير ناتو الذي تابع العديد من الموضوعات عنونا وقال مظاهر الثراء بدت على قادة الانقلاب وأفراد الميليشيات تشير معلومات حصل عليها الموقع إلى طفرة مالية غير اعتيادية وثراء ظهر على قادة الانقلاب في صفوف ومراتب عدة منذ الانقلاب يتابع الموقع يتم ذلك سواء عبر نهب مؤسسات الدولة التي عين الحوثيون عليها مشرفين من جانبهم لإدارة شؤونها أو عبر تجارة السوق السوداء التي راجت خلال قرابة عامين خصوصا في تجارة المشتقات النفطية والاعتقالات حيث اعتقل عشرات الألاف من المواطنين والنشطاء ثم يواصلون الإفراج عن كثير منهم مقابل مبالغ مالية طائلة ويهتم الانقلابيون باعتقال فئات التجار ورجال الأعمال الذين توجه إليهم تهم تتعلق بالارتباط بالشرعية هذا فضلا عن عمليات النهب والسلب المباشرة التي وثقتها كثير من المنظمات المحلية ووسائل الإعلام ووصلت عمليات النهب إلى حد قتل قتل كثير من المواطنين داخل منازلهم وأمام أسارهم وأيضا نهب المحتويات وفي حالات كثيرة سجل نهب معامل ومصانع بكامل معداتها ونقلها إلى المناطق التي ينتمي إليها عناصر الميليشيات الذين ينفذون عمليات الاقتحام الخطيئة تحت هذا العنوان كتب جمال أنعم مقالا نشره في الشرق القطرية معلقا على تصرفات المخلوع صالح الذي أراد بها إعادة إنتاج نظامه المتهالك وقال الكاتب خسر صالح امتيازات الرحيل المبكر أهدر فرصة السقوط دفعة واحدة وبأقل خزي ممكن رؤيته يتلوى لأطول فترة ممكنة أمر منصف بعد هذا العمر المديد من الانتفاش أن تراه مستجديا ضحاياه متسولا إشفاقهم مشتريا ساعة احتشاد تكفي الالتقاط بعض الصور وإجراء حوار بائس يعاود فيه دلق خيباته وذكر خطايا الآخرين في حقه في مطالباتهم بالتغيير واستعجالهم رحيله رغم زهادته بالحكم بهذا يطيل أمد معاناتهم على هذا النحو كعقاب مستحق لم يعد لديه من يؤدي المهام الحقيرة لذا يقوم بها بنفسه هذا رجل خطر الاقتراب منه فضيحة يكلف مخدوميه الآن اقتراف خيانات لا يمكن تبردها جرائم لا يمكن مكافأتهم عنها يختار صالح الرحيل مثقلا بكل الآثام والمخزيات وفي صراعه اليائس من أجل البقاء استنفذ حياله كاملة خبراته الشائخة في الكيد العبه المستهلكة خدائعه الصغيرة خطاباته البلها وأحاديثه المكرورة وبقية دولة التي صنعها لنفسه كي يحارب بها البلاد والعباد ليهدد الآخرين صالح عبء كبير على اليمن وعلى المجتمع العربي والدولي وحول انتهاكات ميليشيا الحوثي والمخلوع المستمرة عنوان موقع مصدر أونلاين وقال الحوثيون يرفضون الإفراج عن أحد الأسرة بعد أن شل جسده بالكامل وفي التفاصيل ذكر الموقع أن الشاب محمد الظاهري البالغ من العمر 18 عاما يرقد في المستشفى العسكري بالعاصمة صنعاء والحوثيون يرفضون تسليمه إلى أسرته وبحسب مصدر تحدث المصدر أونلاين إن قصته بدأت حين أصيب برصاص الحوثيين في رأسه إبان المعارك الدائرة بين المقاومة الشعبية من جهة والمسلحين الحوثيين والقوات الموالية لصالح من جهة أخرى وذلك عند مدخل مدينة دمت في محافظة الضالع حيث أسره الحوثيون في يناير الماضي وأودعوه السجن دون تلقي العلاج حتى تدهورت حالته الصحية بشكل كبير وقال أحد أفراد الأسرة لمصدر أونلاين الحوثيون أبلغوا أقاربه بإمكانية زيارته في المستشفى العسكري في صنعاء وعند غصول أفراد أسرته تفاجأوا بحالته السيئة للغاية حيث أصبح مسلولا وفاقدا للنطق وقد امتنع الحوثيون عن الإفراج عنه وثومح لوالده وأسرته بزيارته لوقت قصير موقع يمن مونيتر عنوان محافظ صنعاء يدعو قبائل الطوق العاصمة لعدم السماح للانقلابيين بالتحويل مناطقهم لساحات حرب وبحسب وكالة سبل يمني الناطقة باسم الحكومة فقد تفقد محافظ صنعاء عبد القوي شريف ومعه عدد من قيادات السلطة المحلية المقاتلين من قوات الجيش الوطني والمقاومة في مدرية نهم شرقية العاصمة ودعى في حديث له خلال الزيارة جميع قبائل طوق الصنعاء إلى عدم السماح للانقلابيين بالتحويل المناطق إلى ساحات للحرب وكان الجيش اليمني أطلق قبل أكثر من أسبوعين عملية عسكرية تحت مسمى التحرير موعدنا بهدف تحرير العاصمة اليمنية صنعاء من الحوثيين المسيطرين عليها منذ أواخر سبتمبر عام 2014 وقبل الانتقال إلى الصحافة العربية وما تقوله اليوم نذهب إلى فاصل كالمعتاد ابقوا معنا مرحبا مجددا نلقي نظرة على ما تقوله الصحافة العربية اليوم في أعدادها حيث رصدت صحيفة الشرق الأوسط المعالم التاريخية التي طالها الدمار في المدن المحررة وقالت الصحيفة الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع صالح لم تغادر ولم تنسحب من مدن عدن لحج الضالع إلا بعد أن عاثت بمعالمها الأثرية والروحية والتاريخية والثقافية عبثا خرابا نهبا وتدميرا غير مسبوق في التاريخ الحريث تضيف الصحيفة ما من مدينة مرت بها جحافل الميليشيا إلا وتركت خلفها دمارا وقرابا مهولا طال أهم المعالم والمنشآت في تلك المحافظات عند دخول الميليشيات تلك المدن كان أول ما فكرت فيه هو سيطرتها على المراكز المهمة ذات القيمة الاقتصادية والوجدانية والتاريخية وليس العسكرية وإذا عجزت عن اقتحامها فتكون أهدافا للصواريخ المدفعية ولقدائف دباباتها تضيف الصحيفة ابتكرت الميليشيات طرقا عدة كي تنتقم من المجتمع الذي وقف ضدها فقصفت أهم المنشآت بدءا بالمباني الأثرية والتاريخية مرورا بدور العبادة والمنشآت الاقتصادية والسياحية تنقل الشرق الأوسط تنقل عن أمين العلياني مستشار محافظ لحج للشرق الأوسط يقول أن الميليشيات قصفت عددا من المعالم الأثرية والتاريخية أبرزها مدرسة المحسنية وقصر الروضة وقصر الحجر الذي توجد فيه إذاعة لحج المحلية إلى صحيفة العربي الجديد عنونت في إحدى صفحاتها وقالت محافظ تاعز يقول المدينة على موعد مع التحرير وإنهاء الحصار تقول العربي الجديد وصل محافظ تاعز اليمنية البرلماني علي المعمر إلى مدينة تاعز قادما إليها من محافظة عنن التي يقيم فيها منذ أسبوع وأكد أن تاعز على موعد مع التحرير وإنهاء الانقلاب والحصار تضيف الصحيفة زار محافظ تاعز المنفذ الجنوبي الغربي في الضباب وأشار إلى نجاح المرحلة الأولى من عملية كسر الحصار المفروض على مدينة تاعز من قبل الانقلابيين مشيدا بالانتصارات التي حققها الجيش والمقاومة بدعم من قوات التحالف العربي ودعى محافظ تاعز المواطنين إلى المزيد من الوحدة والتلاحم والاستفاف إلى جانب القيادة الشرعية والجيش الوطني والمقاومة حتى ذحر الانقلاب من تاعز وكل اليمن وحتى استعادة الدولة المختطفة تقول الصحيفة أيضا قام المحافظ بجولة شملت عددا من أحياء وشوارع مدينة تاعز للإطلاع على أحوال المدينة بالتزام مع عودة الحياة تدريجيا الخريطة العربية وسكين التقسيم تحت هذا العنوان كتبت الفلسطينية سامي أنوار دانون مقالا نشرته في العرب الجديد وقالت الكاتبة الفلسطينية في أجزاء من المقالة الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية من حروب ساخنة واحتدام سياسي لا تحتاج إلى عين ثاقبة لإدراك حتمية خضوع المنطقة إلى تقسيم وتفتيت شامل ووشيك ستنتقل عدواه بالتبعية إلى العالم بأسره فمن لم تطاله سكين التقسيم ستطاله سكين الفوضة وأعمال العنف والاضطرابات الداخلية والسبب هو اتساع الشرخ بين التيارات المعتدلة وسيطرة المنظمات الإرهابية والطائفية على المنطقة والعالم بالعودة إلى البلاد العربية ومنطقة الشرق الأوسط التي باتت مرتعا للحروب والانكلابات فإن الحديث عن إرهاصات التقسيم ليس أمرا جديدا فقد تقدم مهندس السياسة الأمريكية هنري كيسينجر بمشروع تقسيم للشرق الأوسط على أساس طائفي منذ 1973 ففي سوريا التي رفعت الجيوش المتناحرة فيها شعار نحكم أو ننفصل كانت خرائط تقسيمها مجهزة مسبقا قبل أعلان الحرب فيها أما العراق الذي لا يعد أفضل حالا فهو يقع أيضا ضمن دائرة الدول المخطط لتقسيمها مسبقا حيث نشرت مجلة التايمز الأمريكية عام 2008 مشروع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن لتقسيم العراق إلى ثلاث فدراليات رئيسية على أساس طائفي أما ليبيا القابعة تحت ويلات الحرب القبلية والتنظيمات الإرهابية الممولة فستطالها سكين التقسيم وتحولها إلى شكل جديد يلبي رغبات أجنبية خارجية الحرب الطاحنة الدائرة رحاها في اليمن والتي ستؤدي به إلى دويلات يمنية جديدة سيمتد تأثير الحرب فيه إلى ما وراء حدودها الجغرافية ليؤثر سلبا على منطقة الخليج العربي الذي يعاني هو الآخر من مطامع غربية وإيرانية للسيطرة عليه ونهب خيراته والتحكم من خلال موقعه في مضيق باب المندب وممر النفط عبر البحر الأحمر صحيفة البيانة الإماراتية تابعت الجهود السياسية التي يبدو أنها لم تتوقف عنوانت اجتماع خالجي غربي في جدة يبحث مقترحات الحل في اليمن تقول الصحيفة يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخالجي اجتماعا في جدة مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وممثل عن وزارة الخارجية البريطانية حيث من المرتقب البحث في الاتفاق على ألية تسمح بالتسلسل وتنفيذ المرجعيات المتعلقة بعملية التسوية في اليمن فيما ذكرت مصادر سياسية يمنية للبيانة أن تفاهمات إقليمية ودولية أفضت إلى اتفاق سيعلن عنه قريبا باستئناف محادثات السلام الشهر المقبل بناء على مسودة اتفاق شامل تسبقها تهديئة تفضي عفا تقضي بتراجع الانقلابيين عن مسعى تشكيل حكومة فيما ترجع الشرعية خطوات نقل البنك المركزي إلى عدن تتابع الصحيفة يتصدر الملف اليمني محادثات تضم مزراء خارجية ومسؤولين من مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة وبريطانيا التي تعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية صحيفة الخليج الإماراتية عنوانة المخلافي يقول الميليشيا الانقلابية تعيق السلام وتصاعد عملياتها العسكرية حيث أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي حرص الحكومة على إحلال السلام العادل والدائم في اليمن بناء على المرجعيات الأساسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلاة بالشأن اليمني وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سباه أن المخلاف التقى سفير اليابان لدى اليمن وأشار إلى أن القيادة السياسية في اليمن تحرص دوما على إنهاء الحرب ووقف مزيد من سفك الدماء اليمنيين وأن الجانب الآخر المتمثل في ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية هو من يعيق عملية السلام ويصاعد عملياته العسكرية صحيفة القدس العربي قالت في أحد عنوينها كاري يبحث في السعودية الأزمة اليمنية والصراع السوري عنوان آخر للقدس العربي ولد الشيخ يقول لا يمكن اعتبار مشاورات الكويت فاشلة من العنوين أيضا الحوثيون يدعونا إلى حل سياسي شامل وجناح هادي في المؤتمر يقول لا للمشروع الإيراني في التفاصيل إن حزب المؤتمر الجناح الموالي لشرعية الرئيس هادي جدد رفضه للإجراءات السياسية التي يقوم بها صالح مع جماعة الحوثي مؤخرا وعبر الحزب في بيان عن رفضه إقحام المؤتمر الشعبي في تحالفات مجبوهة مع جماعات مسلحة وعميلة في إشارة لمسلحي جماعة الحوثي داعيا أعضاء الحزب إلى مقاومة المشروع الإيراني الذي يتوغل في المنطقة العربية ويستهدف اليمن هوية وأرضا وإنسانا وشدد الحزب على أن قياداته وقواعده المتمسكة بالشرعية تقف اليوم مع مصلحة اليمن واليمنيين رافضة بصورة قطعية اختطاف المؤتمر من صالح كما ترفض الاتفاق الأخير مع الميليشيا هستيريا الفوضى تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقالا نشره في صحيفة الخليج وقال العديني بعد انتهاء الحرب الباردة تبار المنظرون في الغرب في محاولات استكشاف المستقبل تحدث كثيرون عن انتقال سريع من النظام الثنائي قطبي إلى آخر جديد تحتكر قيادته الولايات المتحدة وخفف آخرون من فجائية القفزة فتحدثوا عن حالة سيولة لابد أن تأخذ مدى كافيا إلى أن يتشكل نظام جديد قد يكون متعدد الأقطاب لا ثنائيا ولا أحدية كانت لحظة فارقة تدعت فيها النظريات وتدفقت الأفكار المحتفية بما اعتبرته انتصارا لقيام الحضارة الغربية والنظام الرأسمالي فكتب سامويل هنينغتون عن صدام الحضارات وقال فرانسيس فوكوياما بنهاية التاريخ وطرحت العولمة طريقا لاكتساح الأسوار والأسواق أضافت كونداليزا رايس الفوضى الخلاقة الحق أن الفوضى والنظام على مسافة لا تقاس بها الشعرة الفاصلة بين العبقرية والجنون ولم تكن رايس عبقرية أو مجنونة عندما وعدت العالم بالفوضى وما جاء منها كان قريبا من الاحتيال السياسي مفارقا للإبداع الفكري لأن الفوضى مدمرة والنظام هو الخلاق الكبير ولقد تجل النظام في الخلق العظيم للذي أبدع السماوات والأرض حيث الكون محكوم بقوانين موضوعية صارمة من الكلي والجزئي ومن الطبيعة إلى الأحياء يعكس واقع العالم اليوم صورة للفوضى مطلقة وعارمة كالسيل فالمفارقات مذهلة بين الرقي العلمي والانحطاط السياسي وما يتولد عنه من دمار للحياة المادية والثقافية للبشر كان لنين يقول إن السياسة تكثيف للاقتصاد ولما كان الزهار الاقتصادي ينعكس على حياة الناس ويجد تجلياته في الثقافة والفنون والقانون والأخلاق فإن البؤس المادية القائمة يرخي بظلاله على السياسة كما نرى من الحروب التي تطاولت من فتحة القرن حتى هذه الساعة والبائس فيها أن الدولة الأعظمة والأخرى التي قسمتها الهيمنة على العالم منغمستان في حرب ضد عصابات تتكفل بها في العادة قوات من الشرطة والدرك وفي ذلك تحطيم لمهابة القوى العظمى وامتهان لمعنى الحرب ختام الحلقة مع الكاريكاتير فلنتابع سويا ما ترسمه الفرش السياسية اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة